احبابي المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الهجرة النبوية الشريفة إن في التاريخ لخبرة وفي الهجرة لعبرة ومن أمعن النظر في ملابسات الهجرة النبوية وأحداثها من بدايتها وما آلت إليه من عودة مظفرة مكرمة إلى مكة المكرمة ومن نصر وعز وظفر وفتح وتمكين سوف يوقنوا أن أحداث هذا الوجود لا تسير خبط عشواء فثم قضاء إلهي مبرم وقدر رباني محكم يسير هذا الوجود تماما كما قال عز من قائل وكل أمر مستقر أي مستقر على سنن فكل صراع جار في هذا الوجود بين الحق والباطل سوف ينتهي وفق السنن الربانية أي سوف ينتهي وفق الإرادة الربانية العزيزة الرحيمة وليس وفق الإرادات البشرية المذؤومة وقد كتب الله سبحانه وتعالى أن العاقبة دوما للمتقين فقال سبحانه والعاقبة للمتقين وقال عز من قائل ولله عاقبة الأمور فعواقب الأمور مختصة بالله سبحانه وتعالى خالصة له لا ينازعه فيها أحد مهما على جاهه وعظم سلطانه وقد ذكر القرآن الكريم عواقب الأمور وطوى الحديث عن البادئة ما عنه لله بادئة الأمور ولله عاقبة الأمور ولكن أعين الناس تبقى شاخصة ترقب المآلات والخواتيم والعواقب إنما العبرة بالخواتيم لذا طمأن سبحانه وتعالى فقال ولله عاقبة الأمور وقد قضى عز وجل أن تكون العاقبة دوما للمتقين والعاقبة للمتقين يا راكبا والليل يعلق صمته والكفر يكتب للخيانة محضرا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هم أتقنوا مكرا ولكن ما دروا عن مكر من خلق الوجود وقد در ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وادعت مكة والفؤاد يحبها وتركت فيها الكفر يلعب ميسرا وتركت ليل الشرك يأكل بعضه بعضا وقد برمت به أم القرى وحملت فجرك نحو طيبة ضاحكا وحملت فجرك نحو طيبة ضاحكا متألقا متهللا مستبشرا لا يستوي من سار نحو مراده قدما ومن سار إليه القهقرة فكل مشروع على غير مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى غير سبيل المؤمنين فعاقبته حتما إلى بوار ومصيره القهقرة اللهم سلم سلم يا رب العالمين اشتركوا في القناة شكرا